دشنت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة أولى عيادة متخصصة بمركز الشامل الطبي لتطبيق البروتوكول العلاجي الجديد للحالات القائمة لفيروس كورونا باستخدام دواء سوترو فيماب والأدوية التي تعتمد على الأجسام المضادة أحادية النسيلة وذلك في إطار تعزيز الجهود المستمرة لمملكة البحرين للتصدي لفيروس كورونا وأكدت وزيرة الصحة خلال التجشين الذي حضره سعادة سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين رودي دراموند وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي ووفد من شركة جلاسجو سميث كلاين للصناعات الدوائية أكدت سعي الحكومة وحرصها على تقديم أفضل وأحدث العلاجات المعتمدة للحالات القائمة لفيروس كورونا وحمايتهم من خطر تداعياته الصحية مشيرة إلى أن مملكة البحرين مستمرة في تبني المبادرات الرائدة وبذل كافة الجهود للتصدي للفيروس وسيقوم الوفد الزائر من الشركة بالاطلاع على تجربة البحرين وتقديم التدريب العملي للطاقم الطبي والصحي حول المبادئ التوجيهية للاستخدام المناسب للدواء لضمان تحقيق الكفاءة والاستفادة القصوى علما بأن دواء سوترو فيماب سيتم صرفه للحالات القائمة لفيروس كورونا وإدخاله عن طريق المحلول الوردي تحت إشراف طبي بالمستشفيات الحكومية فقط وليكن متاحا للبيع في الصيدليات أو المستشفيات الخاصة ترجمة نانسي قنقر